اشتركوا في القناة ونفدل كل شوية نتأكد ان كان فيه ظروف خارجية والملعب وخلافهم. بس الاهلي في الملعب ما كانش حلوه خالص. طيب. بص انا انا عندي اعتراض على حتة الظروف الخارجية لانه هو كان انا الجمهور مش ينزل ملعب. خلاص انت مفهود احنا عندنا ان الخبرات ودي حاجة برضو يعني الواحدة عايز يتكلم فيها ان معظم اللعبة دي ما لعبتش قدام جماهير كتير فبنوضع الضغط عليها سواء في المنتخب او في الاهلي يبقى صعب شوية وحصلت في ماتشو السنغال وح بالتالي اللعبة في الماتشوات اللي فيها ضغوطات بتبقى صعبة شوية بالنسبة لها. انت واخد تلعب على متشوات في الدوري خمسمية خمسمية ألف وألف ألفين وألفين وألفين. وقاش في شدة برضو يعني حتى الناس اللي بتخش ما تبقاش مش جماهير او برضو. اللي هي بتبقى برضو ناس هادية شوية في التشجية. فما بتتحط في موقف ان انت تبقى تحت ضغط مع جماهير بيبقى دينا صعبة شوية. دي نقطة. دي نقطة. التشكيل بتاع المباراة عمتن الراجل اللي مبارح قال كار في المؤتمر الصحفي. اه. اما الناس اعترضوا على التشكيل بتاعه قال انا لعبت النفس تشكيل الماتشو الرجاء اللي هو كان في قبل النهاي وكسبت المباراة. طبعا دي ده تصريح. دوري التمانية. اه ده تصريح صعب جدا. ان انت كل ماتشو اللي يزروفه. هل هل الاجواء اللي كانت قبل ماتشو الرجاء هي نفس الاجواء اللي قبل ماتشو الوداد. يبقى انت كده اتصرفت غلط. ده دنيا كانت شدة جدا. امورات الرجاء زهابوا عودة كمان. طبعا. لا. وانت الماتش كسبان. والماتش التاني يعني هما برضو نزلين بيلعبوا الاهلي وما كانش فيه تصريحات اوزة اللي موجودة دي طبعا. شح. فالقصة بالنسبة لك كانت مختلفة شوية. ام. انت بدأت الماتش غلط. انا برضو اعتراضي على المسلماني عنده مشكلة في توظيف اللعيب. انا اما في ماتش من الماتشات الاعب افشا وينج. وهو ما عنده صراعات. يبقى انا كده بهزر. انا ما بعرفش اخرج من اللعيب بتاعي كل اللي انا عايزه. ام. 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 يENLAYอST. الاستحواز بتاعي. ام. انت لازم يبقى عندك. يعني الفرق بتاعة السمال افريقيا. لازم تاخد معنا الاستحواز بتاع نص الملعب. انت لعبت التلاطة في نص الملعب ماشي كويس قوي. بس هل التلاطة دول يقدر اعملك الاستحواز بتاعك ولا مقدرهوش. احمد عبدالقادر كلنا كلنا اي حد في مصر. حتى اللي فهمش كورا. احمد عبدالقادر هت حطو فين؟ دايم. óحمد عبدالقادر مميز فيه الحيطة دي. صح. انت حطت احمد عبدالقادر في نص الملعب عشان يعمل لك استحواز هي مش بتاعته هو مش مميز فيها يعني بيفقد من المستوى مثلا 40-45% عشان زهر بشكل مش كوي عشان هو هو واحد واخد على اللعب ان انت مثلا تخيل مثلا نيمار في باريس سان جرمان بتحطه في تاترة في نص الملعب هو خطورته كلها فين على قدام انت كان لازم تبدأ الاتنين في نص الملعب ومعهم مجدي أفشا محمد مجدي أفشا الوحيد هو عمر السلية لو انت عمر السلية مصاب زي ما بتقول الوحيد اللي يقدر يعمل الاستحواز في نص الملعب محمد مجدي أفشا حتى أمنت عملت التغييرات طلعت عبدالقادر اللي هو يقدر بدأت فرقة الوداد بدأت تتعب يقدر يعمل لك الفرق قدام صح عشان وكمان انت فرقة الوداد بدأت تأفل فانت عايز اللعبين اللي عندها حلول اللي عايبها عندها مهارات الفرقة كلها رجعت ورا انت عايز واحد عنده حلول فردية زي رمضان صبحي زي احمد رفعت الوحيد اللي بعمل عندك في الاهلي الوحيد عبدالقادر مفيش حد تاني صح او شريف لو لعب وينج انت اتأخرت جدا في التغييرات لازم برضو اما قفشا نزل لازم كنت تدخل الناس قدام وليد سليمان محترام الوليد طبعا مش وقت ما كانش وقته مبارح لازم تنزل حد صغير شوية عشان وحسان كان موجود كمان عندك يعني انت برضو وانت كمان مع التقفيل الدفاع لي الوداد كنتم محتاج بقى شوية تشتغل عرضيواتك بعدين انت مبارح برضو مشكلة عمال تلعب كورة طويلة من اول ماتش لمن انت عندك بيرستاو عندك بيرستاو انت برضو بتغير الخطة بتاعتك عشان تلعب بيرستاو انت معروف في الماتشات اللي برا وكل المحللين يا كريم قبل الماتش بالليل كله بيتكلم من الاهلي يعني هلعة 3-4-3 صح هو بيلعب في الماتشات دي على طول بيحط عندي فتح بيأمن هل انت بتغير الخطة بتاعتك عشان بيرستاو؟ طبعا دي تبقى كارثة بعدين انت اللي عايز تلعب كورة طويلة يا محمد شريف يا حسن ليه؟ هم عندهم اطوال بيرستاو مش هشترك معهم المدافعين بتاع الوداد طوال جدا فانت بيدي الافضلية ليهم تعرف اللي ما استغربه ايه؟ هو بيحب المهاجم اللي هو الفولس 9 اللي هو المهاجم السائل ده اللي هو المهاجم اللي مش زابط شادو سترايكر مش مهاجم صندوق يعني والدليل على ده انه شريف ده ما بيعتمدش عليه كتير ما بيقاش يعتمد اما لما جاله احمد جاسر ريان طلعه عارة تاني حسن حسن اللي جايبه اصلا من سموه عشان هو بيعافي يعمل الكسة دي ما استخدموش صراح محصل صراح محصل فهو عنده مشكلة في الحد يعني هو مش عايز يغير رغم بيب جورديولي نفسه اللي هو اصلا اللي ابتدع على الفكرة دي اصلا راح كان بيفوض هاري كيني السنة اللي فاتت وجاب هلند السنة دي عشان هو عايز برضو مهاجم طبعا ما ان هلند مش هيفيده في حاجة في الخطة اللي هو بيلاعب بيها بس في وقت هبقى محتاجه لا هو انا لازم المدرب يبقى عندي مرونة التكاية صراح ان انا انا فيه ماتشوت انا فيه ماتشوت انا عايز من الماتش ايه فيه ماتشوت انا محتاج ان انا الشاديو سترايكر ده اللي هو بيتحق مش عارف مين الفيروت وفيه ماتشوت انا محتاج واحد محاط زي انت بتلاقي بشمال افريقيا هتلاقي الاطوال بتاعت المدفعين بتاعتهم اقل واحد اقل واحد 185 صند صح فهم ماتش امبرع هتلماتش كل كورة طويلة هم واخدنا صح فانت عمل تلعب طويل ليمين خلاص انت كده فقد الاستوعز بتاعك طيب وليه الاهلي بداية المباراة انا ما استغربت شوية انه الاهلي بدأ المباراة خايف الان انت عندك تلت ساعة انت محطوط في منطقتك بدون ده ومش عابة تطلع بالكورة كمان والده مفرقة ضعيفة جدا ضعيفة بص انا يعني الوداد من اضع يعني اضع في الفرقة الموجودة في المجموعة يعني انا بالنسبالي كان بيترو اتليكو والسان داونز والاهلي والزمالك اربع يعني اقو اربع فرقة موجودين في البطولة كلها الوداد ما عرفش هو وصل كده ب يعني اضعف لك اليوم سان داونز بصراح انا قلت سان داونز وبيترو اتليكو والزمالك والاهلي اربع فرقة دول هما اقوى اربع فرقة هي وصلت يعني انا مش شايف مباراة حد مميز عندهم لو هو يقدر اعملك الفارق مش شايف حد ان هو هتخاف منه هو بس هو عندهم اسرار وعندهم روح ومستغلين برضو عامل جمهور معاهم الملعب ورجالها في الملعب ايه اللي فارق مباراة انت الساكند بول والكورة التانية بتاعتك كلها مباراة واخدينها كلها تطد نص الملعب هما اللي واخدينها اما الساكند بول الفرقة التانية بتاخدها خلاص الاستعواز اليوم انت اللعبة اتقصرت بالأحداث كلها اللي موجودة اتشدوا مع المطش اتشدوا مع الجماهير هي دي اللي اقصرت عليها انا استقبت كمان من لعبة الاهلي مرح حالة الحماس والروح يعني بعد بتاخر بهدفين هبتوا يعني المعتاد من الاهلي انت راجل من اكتر اللعبة اللي عبت في الاهلي يعني انه حتى لو خسروا ان تلاتة هتلعب بالكتال وهتقول انا هتعادل وخصوصا الماتشات بتاع شمال افريقيا يعني الافاركا شوية شوية بيمتعن فصوم في اللعب بيبقاش الماتش حماسي قوي زي يعني مثلا ممكن بتلعب فرقة في افريقيا وكسبان 3-0 وتلاقي المدافع ورقة عامل لعب بكعب وهم دمخهم كده اللي هم ايه لكن شمال افريقيا حتة ان انت برضو اللغة مع بعض نفس اللغة بيبقى الماتشي بيبقاش حماسي شوية فانت بتتغلب على كده بايه؟ هي الماتشات دي تبقاش كورة الماتشات دي قلب وحماس انت بقعات كل الماتشات القديمة ليه بقى أجاب القلب وحماس برا؟ ليه؟ مفيش اللعبة مضغوطة ومجدودة من الأحداث اللي حصلت وتشدت من الجماهير فانت كمدرب لازم تخرج اللعبة برا الأحداث دي كلها لازم اللعبة كانت تفصلها برا الأحداث دي كلها ديها شغل إدارة والمدير الفني والمدير الكورة كابتساعد عبد الحفيز لازم كانوا يبعدوا اللعبة بأجواء يعني الأجواء للخصص دي خلص اللعبة تشدت مع الأحداث دي اللي انت فيه مبارح لعبة كتير انت بحاس انه مش مستواها لعبة كتير حاسس ان ايه ده مش هو ده؟ بالمرادي والتحكيم ما عملش ايه مشكلة يعني باستثناء اللي قالوا مسلا المسلمين في المتحدث ان الوقت الضائع كان ممكن يباعي زيادة شوية بس حتى لو الوقت الضائع كان زادة بس انا بالنسبة لأكتر حاجة ممكن تحجمك في الملهب ان الحاكم يمامرتاش لان هو يارف يحجمك ازاي وبصيعة ممكن اول ماتش تلات اربع انزارات للمدافعين الحاجم بالحكم كويس جدا على فكرة الحاكم تعجنوا أفريق ده من أفضل اولا كان جابوا مكاري جسامة كان يابقى المدعوه صعب شوية لكن هو الحاكم انبرح كان كويس جدا بدليل في كرة اللي المدافع بتاعها عطل الشناء بتاعهم عطل الشناء واخد انزار فيها هو لو الحاكم ده مرتاشي او هم متزبط كان ماشي الكرة عادي ما حدش يتكلم فيه لكن رجع بعد الكرة ادى المدافع بتاعها انزار لكن انا شايف ان انبرح الاهلي برا الملعب كانت الاحداث يعني صعبة شوية لكن في الملعب الاهلي مقدمش المستوى اللي هو بعد المدش الاهلي ملابش طبعا هتوصل بحاكم مرتاشي دي انه حاكم يعني مجامل نسميها مجامل بص هو مش مشاكات مرتاق عند حاصل مجامل او او يتأثر بالارض هو حكام افريقيا عمتا بيتأثر بايه بان انت بيبقى مثلا فيه تعاطف مع الفرقة التانية ما تعرفش بقى الاسلوب بينهم ايه برا بس هو يعني ايه انا بشوف ان حكام افريقيا معظم بيتأثروا بارض الملعب انا بلعب فيه اه يعني مثلا يعني حكم مثلا بتاع مصر والسنغال هو الحكم كان كويس جدا بس برضه هو بينهم بالنفس هو بشر شايف المنظر والاجواء كده فممكن يتغضى عن الحاجات يعني مثلا كرة بتاعت عمر جابل لا مديش انظار انا مش قصدي انا مش قصدي انا مش قصدي انا وقت فلوس انا احبت ان هو بيبقى اه ان هو ايه يعني مجامل اه مجامل ان انا بقى ايه اه محجم فرعة اه محجم فرعة والفرعة التانية ايه اعدلها حاجات كنا مثلا مشتركة لا اعدلها طيب اعسلك على بيتسو موسيماني بدأ ان هذا الحلقة بين الرأيين رأي يقولك لا بيتسو موسيماني عنده نجاحات وعنده انجازات فيكمل مع النادي الاهلي في رأي تاني يقولك لا بيتسو موسيماني الاداء اللي بيقدموا الاهلي في الفترة الاخيرة مايلكش بالنادي الاهلي فخلاص كده فترته كويسة والتاريخ ده ان نقدره ونحترمه بس يمشي انت معاني الرأي انا رأي انه لازم يمشي لازم يبشي. إن هو أنا قلت لك من فترة كنتماكينا قلت لك هو مش مقنعة. يعني في فرق إن أنت بتكسب ومقنعة وبتكسب والناس عندها لا. يعني فيما تشك كثيرا أنت بتلعبها الناس مش واسقة. مش واسقة إن أنت ممكن تكسب. فأعتقد وهو كمان أنا أعتقد الشخصي أو إحساسي إن المسلماني بدأ يوصل مراحلات الغرور. حتى في كلامه وفي طريقته بدأ يوصل مراحلات الغرور. إن أنا كسبت البطولات وإن أنا بجيب بطولات. فأنا شايف إن التغيير لأن الناس مش هتستحمل تاني أي إخفاق. يعني البطولة كانت سهلة بالنسبة لك. محدش هستحمل أي إخفاق تاني. سواء قصرت دوري. سواء قصرت كاس. فأعتقد إن هو يبقى يعني ممكن على نهاية الموسم ما فيه تغيير. نهاية الموسم ولا دلوقتي؟ أعتقد لا مش دلوقتي. يعني الباني يطرع النادي الأهلي. الدعم. المرح كان طرع من بعض الصحفيين إن فيه اجتماع عاصف من لجنة الكرة في الأهلي. مع بيت سواء موسماني وبعد كده نجد الأهلي طلع بان ونفى. بالليل؟ قال لك ما فيش أي حاجة خلص وكل الدعم للجازر فأني. فأعتقد يعني مش وقت تغير دلوقتي. يعني أنت عندك لسه مسابقات دوري. وإنت ماشي في الدور كويس. يعني أنت لو كسبت المتشاب بتاعتك تبقى أول دوري. بس أنت مع آخر الدوري هتكون دخلت أفراك تاني ودخلت جيب تاني. يعني ما أصد. أنا طبعا مش بقول إن موسماني يمشي دلوقتي. بس موسماني ممكن يخسر دوري. وارد. فقال تغير دلوقتي وتبني على السنين اللي جاية. ولا تستنى لما الموسم يخلص ويجيب واحد تاني. بس يعني أعتقد إن إدارة الأهلي ببقى صعب قوي التغيير في وسط الموسماني اللي في أديئ الحدود. يعني ما تكون الموضوع كبير أول. لكن هو الراجل بالنسبة له هو قصر بطولة من 3-4 بطولات دخلهم السنة دي. هو لسه عامل إنجاز في اليابان وقت ثالث. فأنت شايف إنه يمشي بس يمشي آخر الموسم. لأنه ما فيش حاجة مستهلة إنه يمشي الوقتي. مش حاجة إرجانت أو إن أنا ماشي الوقتي. خصر بطولة وننزع لنا. بس ديني ماشي. أنا ماشي في الدورة كويس. لكن أعتقد لو في أي إخفاق تاني في أي بطولة هيمشي. طيب أسألك سؤال. كان معي دكتور طب أسماعيل مبارح. كابتنك كبير طبعا. قال لي لو كمل وحصل أي مباراة خصارة في الدورة ولا تعادل. هتلاقي الناس مبقيتش مستحملة وممكن يمشي. فما تأخذ الكرار دلوقتي وخلاص. هو كابتن أنت أسمين كرأيه إنه يمشي حالا. وقال لك إنه لو استمر أي ناس يقدر ملكي زاله. أي تعادل أي خصارة هيقول لك يمشي. ماشي مع أبرد. أنا كجماهير كقدرة نادي أهلي. الجماهير مش هديري النادي. أنا عندي لجنة الكرة ولجنة الكرة فيها ناس يعني أسات ذاتنا في الكرة طبعا. كابتن معصن صالح وكابتن زكريا ناصف وكابتن خطيب نفسه وحسوم غالي طبعا. بيبقوا عارفين طبعا إمتى الوقت اللي ناخد فيه القرار ده. ده قرار صعب جدا أنا ماشي مع مدير فني. أنا ما عرفش اللي جاية ده بعمل إزاي. أو أنت هتماشي مع مدير فني عمل تاريخ في فترة قصيرة جدا. وأنا ما عرفش اللي جاية ده هيعمل إيه مع اللي جاية ده لو قصر هيحصل إيه. هتبقى مشكلة؟ ماشي. عاعد أماشي في الناس فالقرار طبعا بمدروس. فأقول لك هي لازم تبقى الموضوع بقى فيه إخفاقات. يعني أنا مثلا خسرت أفريقيا وخسرت دوري. لا يبقى عادة سنة الكيميا بتاعتي مش ماشي مع الفرق دهوقتي فغير. لكن أقوله حد دلوقتي هو لو كسب المتشاط. أقول الراجل ماشي كويس المشكلة بطولة خسرتها. وفي وجهة نظر الناس إن هي الأحداث مقبل المباراة إن تخلي الأهلي يخسر. برضو المارش عندهم وعلى معابهم. رأيك كيف الصفقات اللي اختارها بيت سمو سيماني الأهلي؟ عحشة جدا. يعني بيرستاو، أميكي سوني، كريم فؤاد. أنا مشيت ناس. الصفقات اللي هو حشة ولا هو اللي ما دهمش فرصة؟ مثلا لما تبص على كريم فؤاد ما هو كان جايلك لعيب كويس وبيدعب بليمين. هو اللي مختارهم؟ بزرط بس ما هو ما دهمش فرصة حسام حسن. حد دف السموحة وحد دف الدول. اتنين يا إما هو اللي اختارهم يا إما اتفردوا عليه. ودف الناد الأهلي ما بيحصلش. انه يتفرد علي حد. فأنت اختارته بقى أنت عارف ان انت هتحتاجه. مش 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 قصة ان انا جيب مش الكم. أنا الكيف بالنسبالي أنا اللعيب ده هطلع منه ايه؟ آه يعني هنا الصفقة سيئة ولا هو اللي ما استغلش الصفقات دي كويس؟ لا لا أنا أنا عطراضي من ساعة ما جيه على بيرستاو. لا طبعا أنا كلاعيب أنا بقى لي فترة ما بلعبش مستوية في النازل. لو انت لازم يبقى فيه تحليل أداء للعيب قبل ما ييجي. والنادي الأهلي لازم يبقى فيه حد مش محل الأداء. هو بيعمل بيشوف السكواب بتاع اللعيب ده ايه؟ بيشوفه عمل قد ايه؟ كري قد ايه؟ لعب كم ماتش؟ هدفه قد ايه مثلا اخر شهر اخر شهرين. لكن مش أنا مش المدير الفاني أنا عايز ده يبقى جيبه. لان هو طبعا ماتفوع فيه رقم رهيب ماتفوع فيه صفقه متكلفة ثلاثة مليون دولار. ماشي؟ وهو لحد دلوقتي مش مقنع للناس. طب أنا مشيت واحد زي والتاب والية. مم. وجبت بيرستاو. هي هي. يبقى أنا مشيت ده ليه؟ يعني قصد إن أنا بدان ما مشي حد يبقى اللي أجيبه يبقى مستوى. أحسن. أحسن أو ضعفه. صح. مش نفس المستوى يبقى أنا مشيت ليه؟ صح. أنا جبت حسن حسن. أنا ما استغلتش حسن حسن ليه؟ مم. مش عارف يستغله ليه؟ لأن هو عنده مشكلة بينه وبين اللعيبة. هو مش عارف يوصل اللعيبة كلها. أو يعمل الروتيشن الصح. ما هي الروتيشن ده علم. يعني إحنا مثل مانو الجزيج كان بيعرف إمتى؟ أحمد تعب. هو عارف إن أحمد ده مستوى مثلا تمانين في المية. بيحس بي أن أنا مستوى بدأ يباستين في المية. أحمد ده مش أسر أحمد تعب. هو الجمعة يقعد شوية. يريح حضراته تريح شوية. أبو تريكا لا يريح شوية. لكن أنا أجيب العيب مثلا زي صلاح محصن. أرحم الدينه ماتش بقى كويس. ماتش البعض مطلعه بره للتشكيل. طب هو الولد نفسه تبقى عملت زي. وعليها كويس. صح. فهي قصة هو مش عارف يتعامل مع لعبة كويس. عنده مشاكل في قط اللبس. فهو مش عارف تعمل مع لعبة كويس. بدليلين على طول لسه حصل مشكلة. محمد محمود في الجزائر هناك. برضو الشاط مش عارف ايه وعمل مشكلة. فواضح إن اللعيبة مش متقبلة قراراته. أو هو حاسس إن يعني أنا بالنسبة له حاسب محمد محمود ده. لعبة كويس جدا. طبعا. أنا بالنسبة لي. معلش يعني. ولد نزل في ماتش وعمل ضرب الجزاء. والولد كان كويس في الماتش يعني نزل شوية. ورجع من الاصابة. أنا كمدير فني لازم معمليه الماتش البعض وأنا مش محتاج الماتش أصلا. اللعب. اللي هو بتاع الماتش الجزاء. انت مش محتاجه. طب ما يبدأ الماتش. هيحصل إيه؟ صح. يبقى أنت حتى لو خسرت الماتش بس اسمعه ايه. كتبت العب ورجعته. مصبوط. بقى هي دي بقى هي دي السنس بتاع المدرب. إن أنا أعرف إمتى قدي اللعيب ده. أعرف إمتى ولد ولد بقى له ثلاث سنين مصاب. مش عقف ثلاثة صليبي جاله ثلاثة صليبي. حل إن هو نفسيته تستحمل إن هو يبقى كويس في ماتش. ولد حاطت أمال لنده ماتش كده كده عادي ومش محتاجين وإحنا واصلين. فأنزل إليه نفسه مش موجود أصلا في الماتش أو موجود بره للسكور. فأنت كمدرب خسرت العيب. صح. حتى لو تعديلت في الماتش بس أنت خسرت العيب. خاصة أنت تعاني من الإرهاق وضغط المباراة. فأنت عايز تستخدم كل العنص اللي عندك. وعندي 25 أو 30 لعيب ليه. عشان غير بينهم. عشان غير بالإرهاق والتعب. عشان القايمة بالنسبة لي تبقى سماعنا عني 30 لعيب. ولا عشان أنا كمدرب أعرف أستفيد من 30 لعيب دول. لازم أعرف أستفيد منهم. لازم أعرف إمتى قدي ده. الآن سنة ماتش ماتش مش ماتش مش محتاجه. تبدأ يعمل 11 كلهم الناس ما تلعبش هيحصل إيه. ما أنت مش محتاجه. يبقى أنت بالنسبة لك أنت كسبت اللعيبة دي. واللعيبة دي. أما حصل إرهاق دلوقتي. أنت حسيت أنت محتاج اللعيبة دلوقتي. ديانجت صاب. السلاء مصاب. مش لقى البديل. لأن أنت أصلا إيه البديل بتاعك مش مهيئه كويس. إن هو يلعب. خلاص إنت واحد زي محمد محمود أفقدته سكى في نفسه. هتيجي تقول له مثلا إنت لا عبطش زي الوداد ده. هل محمد هيقدي؟ نعم. هو عارف إنه لو قد أو لعب كويس جدا. هتطلع بره تشكيل تاني. لكن. هنا في جلة. مستر مال الجزئ. 25 لعيب. هو رجل نفسيا كده. بيحسسك إن إنت أسيسي حتى لا بتلعبش. ويحسس اللي بيلعب ده. أنت مش ضمن مكانك. هو يقول لنا كده. ما حدش ضمن مكانه. النجم هو الفريق. اللي هيلعب وحش. اللي بره. اللي سنة انجاز ميته ده. كده يقول لنا كده. اللي بره قاد مستني. أحمد لو لايب وحش. رامي عاد لايقش. رامي لا. ولا الجمعة لايب وحش. راد هيقش. فأنت بتلعب وإنت ما قد نفسك. واللي قاد بره. على أمل إن أنا هلعب. لأنه هو الراجل موصل للمرحلة. إن إنت مفيش فرق بين أساسي وإحتياطي. كلنا هنلعب. فهي قصة كلها إن هو الراجل مش موصل دي مشكلة. لأنه مش موصل اللعيبة. اللي بره والتشكيل. للثقة. يعني حسام حسن ده فرقة كويس جدا. وهو إنت جايب عشان هو فرقة كويس. أما بينزل الوقتي. إنت مش حس حسام حسن. لأنه أهم حاجة إن المداري بيدي الثقة اللعيب. أتفهم معي. طيب. في مشكلة واضحة دائما عند النادي الأهلي. حتى لو العناصر يتغيرت خاطة الدفاع. في مشكلة. أسمع بتتغير يبقى في مشكلة. مشكلة فردية ومشكلة جمعية. أي خصمة وأي منافس. يقدر يوصل لخاطة دفاع النادي الأهلي بسهولة. ويقدر يتعامل مع خاطة دفاع سواء بشكل مباشر. أو حتى إنه يلعب وراء خط الدفاع. ده بيحصل كتير من كل المنافسين. حتى لو مكنوش بقوة النادي الأهلي. إيه الأزمة؟ بص أنا هقولت لك قبل كده يا كريم كنت معاك هنا. هم. بتلك إن الخط الوحيد. الخط الوحيد. اللي محتاج تجانس. بص غط الدفاع. بسهولة الاتنين المساكين. إنت النادي الأهلي. هات كده على المتشاط من عشر المتشاط كده. هتلاقي كل الاتنين المساكين اللي بلعبهم مختلفين. صح. هي أساق هي. أنا بلعب جنبي كريم. وعارف عيوب كريم وعارف مميزاته. هو نفس الكلام عارف عيوب ومميزاتي. صح. فأنا بلعب عارف مثلا لو كريم بطيء. فأنا عارف إن إيه لو عدت لأ فلازم أقرب منه شوية. هي كيميا من الاتنين. فأنت ما بتحصدش كتير الموضوع ده. هتلاقي مثلا أيمن أشرب بلعب مع ياسر إبراهيم. شوية عبد المنعم اتصاب. ياسر يتصاب يلعب أيمن. شوية رمي ربيعة ينزل. يعني مفيش تجانس. فهي القصة دي صعبة جدا. إصاباتي كتير المودة. بدري بنون كان بلعب أساسي اتصاب. فهي القصة لازم يبقى فيها تجانس. ده أعتقد. والحاجة التانية. أنا أعتقد أنهم مفيش تمرين تخصصي. وده مهم جدا في علم التدريب للمدفعين. تعرف يا أختم من ديف يقول لي كده. إنه يقول لي أنا أحاسي إن في الأعلي مفيش تمرين تخصصي. ده مش المدفعين بس بكل اللاعبين. كابتن رهاب جلال. كل يوم. أنا كنت طالعب معافل المقصة. كل يوم. مش يوم بعد. كل يوم. تلت ساعة كابتن حمد إبراهيم تمرين مدفعين. كل يوم. مش يوم بعد يوم. تعال اقف. كنت موجود أنا وهاني سعيد وإحمد بكري. تعال اقف. تحرك إزاي. ده لو راحك كده في الزاي. أنت غصب عنك. خلاص بقى الموضوع بالنسبة لك. أنت بتتمرين عنه كل يوم فأنت فاهم. ليه نفسك في المتش. بنتحرك. أكيدنا عارف أنت مربوطين في حبل. متحرك مع بعض. صح. لو هو كابتن إبراهيم كان بيفرجنا على البتاع. حد بيصار من فوق بيفرجنا. الأربع المدافعين بيتحركوا مع بعض كده كده. بيتحركوا. إحنا خلاص بينا لوحدنا فاهمين. نعمل إيه. فأنا أعتقد ما فيش تمرين تخصصي. لأن برضو أنت ما تعمل. تعمل جهاز فني. لازم تحط فيه. حد من كل خط. فمزي يعني تحطه. أنت كمدير فني. يتمرر المهاجمين. بس أنت لازم تجيب واحد يمرر المدافعين. ليه؟ هو عنده بحس المدافع. الراجل عنده خبرات ينفع يقف. يوقف العيبة إزاي. يعني كابتن حمد كان مدافع. وكابتن إهاب كان مدافع. فبيبقى فاهم المدافعين تقف إزاي. فأنت مش موجود عندك في الجهاز. اللي يعرف في مرة نلعب على كده. لازم أنت فيه كور. بتلاقي ممكن تلاقي السيرد باك بيجري كده. وده بيجري كده. لا. لا فيش تناصق بينهم. فأنت عاش كده بتحس على طول أن تفاعل أهلي. على طول فيه مشاكل. فأنا أعتقد إنه ما فيش تخصصي يعني. لازم. لازم كل يوم أو كل يومين. فاقرر التخصصي للمدافعين. عشان الناس كلها بتتكلم على مشاكل دفاع الأهل الوقتين. مين في البلع في تشكيلة النادي الأهل اللقتي شايفه. ممكن يرحى على النادي الأهل بعد نهاية الموسم. سواء عارة أو بيع ياخد فرصة في مكان تاني. من اللي بلعبوه ألا من اللي. من اللي بلعبوه ألا من اللي بلعبوش. يعني قائمة النادي الأهل شايف. إنه الناس دي محتاجة تخرج من النادي الأهل. ممكن لمصلحيتهم حتى لو مش انتقضن له مصلح. びصر النادي الأهل اللي بلعبوش أعتقد ونهم هنفسهم اللي يطلوبوا. اللي الانطناشر اللي بغوuk برة أعتقد ونهم اللي طلوبون وبريد أنهم بمشتر. مين من لو جوا؟ من لو جوا؟ لا ما حتعت . اعتقد هو يعني ممكن أليو ديانج ممكن يطلع يعني لو ق합يات عارض كويس يطلع لانوا تستفيد منه ما الديان كويس. لا ما حتعت في حد ثانية، ما حتعت. ممكن مكسوني ممكن ما أعتقدش أن في حد يطلع تاني أنا ما أعتقدش أنت مش مش فوقت أن أنت تسيب القوامة الأساسي بتاعك أو أنت بتخسرته بطولة فإن أنت خسران بطولة تستغنى على حد القوامة الأساسي أنت أعتقد أن فيه تدعين هقول لك أسماء من المعارين من النادي الأهلي أحمد ياسر ريان، والتر بواليا، كريم ندفد، أليو باتجي، كهربا مين في دول تحب تشوف الأهلي الموسم اللي جاي؟ أحمد ياسر ريان أحمد ياسر الوحيد اللي أنت محتاجه الوحيد أنت اللي ناقص عندك ما عندكش فرود محطة ما عندكش الفرود اللي بيقف على الكرة زي مصطفى محمد يعني أنت فيه وقت في المطشة كريم بتبقى محتاج حد أطلع عليه أنا مضغوط هل أن أنا هروح بطلع على الكرة طلع مردوء زي مبرح بتضرد عليك تاني فأنت مستعد فين أنت ما بتلحش تطلع وقف عندك في التمنتاشر طول ما أنت وقف عندك في نص ملعبك هتتغلب زي مين زي مصطفى محمد صلى محمد كان في الزمالك بتلاقب له الكرة بتلاقب له الكرة بيقف فيها فيقف على الكرة كويس قوي تلاقي طريق أحمد طلع السياسي طلع بنشرقه طلع الناس طلقت له أنت ما عندكش النوعية دي أنت لازم أنت لعبت الأهل كلهم الفرادة بتاعهم كلهم بسناق حسام حسن شهدو سترايكر يعني محمد شريف مش مواصفات الفرود اللي هو برضو اللي هو المحطة اللي يقف يلعب بماغه عندكش فأنت أحمد سريان الوحيد اللي ممكن يعمل لك دي صلاح محزن بيعمل لك كويس بس طبعا الرجل ما بيلعبوش فأنت محتاج أنا شايف أن أحمد سريان لازم يبيلي دور الفترة الجاية محمد هاني رأيك كيف المستوي بص أنا ما بحبش ما بحبش النغم إن أنا قيم هو غلطة لكن ما مشاهاش مستوي لأن محمد أنا دايما لازم السؤال ده أنا ما بحبش السؤال على الخطأ أنا لي بحس السؤال ده عشان أنت تقيم مستوى وأنا اتفق معاك هو خطأ اللي عمله محمد هاي ده كممكن يدخل كرة في نفسه أصف بالمناسبة يعني كممكن يبقى أسوأ من كده يدخل كرة في نفسه وبيحص هو خطأ وأي حد ممكن يختار خطأ طبعا بالنجوم العالم يختار خطأ ده فأنا ممشروش مستوى لأنه هو بقاله فترة الولد فيه ماتشاط عملها كويس جدا عمل ماتشاط في كاس عامل الأندية عمل ماتشاط رهيبة والناس يقول لك محمد هاني رجأ فأنا إحنا في مصر مشكلتنا التقييم الجزء ده أقايم الجزء لأ أقايم اللعيب على توتل غلط هو الطبيعي جدا لازم يغلط آه طبعا هي غلطة ممكن تكون الناس شايفة أن هي غلطة يعني وتحصلش منه بس ده طبيعي ده بشر لازم يغلط أي حد بيغلط لكن ما أقولش أنا مستوى محمد هاني محمد هاني مستوى ماشي كويس جدا بلعب أساسي عمل ماتشاط كويسة جدا فالناس اللي برح كلها تحملت على محمد هاني هو هدف آه غلط فيه لكن أنا أتكلم على الهدف ما أتكلمش على مستوى عام وحسن الشحات حسن عنده مشكلة مستوى مش ثابت ودي أنا كنت تقول لك أبدا كده يا كريم أنا ممكن يبقى مستوى وكان مستمانه يقول لي الكلام ده يقول لي أنت مستوىك ممكن يبقى 7 من 10 طول الموسم ما توصلتش 10 من 10 بس انت تسابتلي على 7 من 10 لكن ما بتلعبش مرة 10 من 10 مرة 2 من 10 مرة 1 من 10 فأنا بالنسبة لي حسن ماتشاط يبقى كويس قوي وماتشاط يبقى صعب يعني بحس انهم لأ يعني مش مش لعبنا دي أهلي لأ مستوى محير حتى للجمهير كلها محير طائر محمد طائر لأ مش كويس مش كويس أنا طوب بص أنا متربي في حياتي وأنا في النادي الأهلي أنا عالصراحة وأعتقد الصراحة دي لو قلتها الحد للعيب ممكن يحسن من نفسه أحسن باتحك عليه لكن لا يعني في ناس كتير في النادي الأهلي محتاجة تعيد نظر على مستوها لأن ده مش مستوى النادي الأهلي يعني ولا أداء ولا روح يعني فيه واحد ممكن يبقى أداءه عادي بس عنده روح تعاوض الأداء لأ قلت لك قيم لي اتنين مدرين مدرين فنيين كبار جمب في النادي الأهلي من عشر من وجوزي رقم واحد كم من عشرة عشرة من عشرة بيتسو موسماني كنتيج ولك أداء أنا أنا سعدت السؤال عام لا ما وصل ما نتوت ليش منه جزء قيمت عشرة من عشرة لا أنا منه جزء بقى قيمه أداء ونتيجة طيب بيتسو موسماني أداء ونتيجة تتديله كما من عشرة أه نتائج نتائج 8 من 10 أداء أربعة من 10 أداء أربعة من عشرة بيتسو موسماني اه لا لا بقى انا مش مختنع بقى ادقو. اه المدرب اللي ما عرفش يديري الماتش او مش مدير فني. او مدير فني مش انا قصيت انا احط تشكيل. انا احط تشكيل مناسب. وفي الماتش شغال تغييراتي تبقى مناسبة. انا بطلع الناس اللي بتعمل لي الفارق. يعني بطلع عبدالقادر اللي هو الوحيد اللي عندي ليعمل لي الفارق. اه. ده تقييمك لي عشان الماتش بتعمل برح ولا تقييم مشكلة? عامتا عامتا عامتا. انت يعني مش مقنع. في ماتشات بتلعبها كويس جدا بس انت النادي الاهلي يعني بتلعب عشر ماتشات يقع منك ماتش. مش تلعب عشر ماتشات يقع منك خمسة اللي هو بتكسبه بالعافية. وعليش يعني انت انت في الفارقة ما بتلعبش حد. فرق كلها كلها معلش يعني معترامي فرق كتير جدا ضعيفة. جدا. دي حاجة بتزعمل بنا جميل نادي الاهلي يقولك حنلعب بطولة قوية دايما. ماشي هي هي قوة البطولة قوة البطولة مش باسمها قوة البطولة بالفرقة المشاركة فيها. انا بلعب مع فرقة معلش يعني اه فين ما زنبي. اه. دعم زنبي بعيد. فين ان ينبي. اه. دي دول باعده خالص. فين الترجي. اه. انا بقولك مش هم دول القوة القوة العظمة في افريقيا. اه. فين الفرقة دي. اه. صح. ما فيش حد ما هيدي بقى المشكلة كلها. ان ان انت اه بتلعب فرق بس مش مش بقوة بتاعت الفرقة بتاعت زمان. اه. يعني معلش يعني كنا كنا باللعب الرجاء اولو داد زمان سبعة تمانية منهم في المنتخب المغرب. حد في الفرقة دي في المنتخب المغرب. صح. بس هيدي المشكلة. كابتن احمد شرفت ونورتك العادة بس تبتع جدا بتواجدك معي. شكرا شكرا جزيلا. لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستعب الفاروق اسام واحمد مصطفى. كلام اكتر في الكورة خليكم معا. اشتركوا في القناة